انا كان عندي سؤال بالنسبة للحديث اللي هو ما نسلنا خلنا سيئة يعني لو واحد هنف حاجة سيئة عاوز اعلانها ومعنى كده هيغوز عليها معنى هاجة عزب العلم يعني لو واحد كان عاوز نشارك مفضل ومراحل اي سبب عيلي بقى حصل له اي حاجة كده هيغوز حسنا طيب يعني هو هم بعمل سيئة او بعمل شيء وحش وبعد كده منع عن فعل هذا العمل مش بمزاجه غصبا عنه صح او او فهل ياخد حسنا ولا ما ياخدش او طيب حاضر بشكرك شكرا جزيلا ايش خاصة من الموضوع شوف دي عدة حالات في حالة واحد هم بسيئة فكر وبعدين فتكر ربنا سيئة فخاف فامتنع اي فديد وكتب له حسنا تمام في واحد فكر وبع ايه اا لا مش عارف ازاي يعمل الحكاية دي عايز يسرق بنك ومش عارف ازاي او فده لا حسنا ولا سيئة اي لا واحد راح وخطط وجاب معاه وشايد بسيئة والدنيا ام لا ايه بعد ما دخل البنك معرفش يفتح الخزنة او ده سيئة حضرتك شاءلها بدأ يعني راح اللي منعه ايه انه معرفش واحد رايح يخون واحدها مع جزء راح وفق اه خلاص هاي هاي بيشتغل وليعملو الراجل يجي بالشغل او مثلا ده نقول ما شاء الله ربنا يا جورك حسنا ده اللي منعه ايه من راجل يجيه ايه تمام اعايل صحي منه اه ده اسمه عزم بدأ شرع انما اللي هام مفكر في سيئة مفتكر في خاف او حتى راح يبدأ وخاف من ربنا فارجع اه ده اسمه عشان هنا حسنة التوبة عن الهم بالمعصية او الهم العزم بالمعصية انما اللي بدأ شرع واللي منعه ايه بس فشله هو ان هو فشل يعمل العمل بس ما كملتش معاه الخطة اه خلاص ده وزر شايده تمام رزاكم الله خير